وسائل المواصلات اللي كانت على الارض ايه الاسراء من المسجد الحرام للمسجد الاقصى بايه بدابة اسمها البراق ايه البراق قال لك دابة فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى بصره طيب ده ده صنع الله سبحانه وتعالى ده ممكن يبقى البراق ده واقف عند المسجد الحرام وتبقى عينه شايف المسجد الاقصى يعني ياخدها في خطوة واحد حتى كلمة البراق من البرق وايه كمان ان احنا ما نشغلش نفسينا بدابة البراق شكلها ايه لونها ايه ذكر ولا انسة كبيرة ولا صغيرة لها زيل ولا ملهاش مش قصتنا قصتنا ان فيه دابة اسمها البراق سيدنا النبي راكبها وانطلق من المسجد الحرام للمسجد الاقصى شوف كم يعني يعني فوق الخمسمائة كيلو تقريبا او يعني يعني من الخمسمائة الى الالف كيلو حاجة كبيرة جدا النبي صلى الله عليه وسلم يقضيها في نفس اللحظة التوى اللحظة ليه كأن الله طاوى الارض لحبيبه ده مش بس كده واوقف الزمان للحبيب صلى الله عليه وسلم اوقف الزمان اما ليه ما هو كنا زمان ممكن ممكن مش نشك والعادة بالله لا لا ما نشكش ممكن نبقى نستعجب ونستغرب ازاي طب وفين انما في الايام دي خلاص وسائل الاتصالات والمواصلات بقت بسرعة الضوء شوف الاقمار الصناعية دلوقت شوف الجي بي اس دلوقت العالم كله اصبح ققرية صغيرة شوف بتكلم اللي في امريكا وانت في مصر عن طريق عن طريق التليفون او الهاتف الجوال صوت وصورة بالفيديو في التوى اللحظة الله وسائل الاتصالات والمواصلات ده تأمنات في رسول المعراج وردت في القرآن فين والخيلة والبغالة والحميرة لتركبوها وزينة ويخلقوا الله طب الخيل والبغال والحمير معروف امال فين بقى الدراجات والدراجات البخارية اللي هي الموتسيكلات وفين السيارات وفين القطارات وفين الصواريخ وفين الطائرات وفين الانترنت شبكة المعلومات الدولية فين الكلام ده قال لك موجودة في قوله تعالى ويخلقوا ما لا تعلمون ما لا تعلمون لوقت البغاء الخيل والبغال والحمير الدراجة عجلة وبتوع العجلة يخلقوا ما لا تعلمون بقى الموتسيكل او الدراجة البخارية وبتوع الموتسيكل بقت سيارة والسيارة بقت قطر قطار والقطار بقى طائرة والطائرة بقت صاروخ الله والصاروخ بقت ايه بقى تواصل عبر الاقمار الصناعية ولسه وما خفي كان اعظم ويخلقوا ها ما لا تعلمون لسه